اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شريف مش عايز حاجة؟ لا متشاكل يلا شد حالك شريف متشاكل متشوف لي معاكز جرال انا مش عارفة احنا هنتصرف ازاي وهناعمل ايه لو معرفناش معتاز جرالوي احسن حاجة تكلمي شروط واسأليها لو كانت تعرف حاجة اكيد لو كان راحي المارينة وخد الياخت كل الناس هتعرف وانتي اولفت مش مهتمة تعرفي معتاز جرالوي مش عارفة بس كل اللي انا عارفة ان انا خايفة وخايفة قوي كمان انا مش عارفة اقولك ايه انا كمان متلخبطة خالص مبقاش في حاجة تتقال الدنيا اللي احنا عارفينها خلاص تهدد واللي حصل ده شيء مرا وكمان محدش بقى اعارف ايه اللي هيحصل بس احنا لازم نعارف هنتصرف ازاي في كمية المصايب اللي بتاعي سلطين انا مش عاوزة تصرف في اي حاجة انا كل اللي انا عاوزة دلوقتي ان انا اخد فريدة وابعد عن كل حاجة لغاية ما لم نفسي وعرف انا عاوزة ايه معاك يا حام ربنا هيسطور يا أولفات يا رب شو شو صباح الخير صباح الفل صباح النور صباح الود على البرنور صباح اشتركت تعمل مع معاك زي ما قولوا تمام يا رايز طب انا همشي بقى استاني بس احنا كلنا اللوات هروح القادقة مع بعض هتنزلوني في السكة هعمل النشوار رجب هتوصلك ويرجع يخدي واجيلك ولما جيلك تخشي باكير نيابا مش قابلك بس الراجل قالي يا دي الله ما ضغل من هذا يا حبابتي اسمعي الكلام لو سمحت تفضلي استراحي ماشي تفضلي احنا قلنا ان كل واحد في صلعته باشا تفضل يا باشا هم التلاتى ما فنجلين هاصلي بعيدة عندك الكهرماء بتخلى النفر يفوك ويصاهلل طيب لو سبحت الشيخ عصام سيبني شوية معه باش يا باش بقى يا دي وصول يا باش مهنس بتنسى الشيخ حمد أمران من جبيلة الحمودان من سيوة بس الأصل يعني من جبيلة أولاد سليمان من ليبيا يا عم دك أنا عيش وملح طب تصدى بقى إن المعلم حجاجة لعنبها منك مخدتش معاه دقيقة وأعرفني على طول هو لك ترى تساكى ماشي تنتبه الكرب كله العفو والسماح يا كبير لا سماح دي خلتك برضو مش فكرني أنت غابي على فكرة مش بالأرمان يا جني من سكة تانية خالص تفتكر بقى بتاع الأرمان دا حد تاني أنت فتكرته أنا اللي زرعته في الماخك طيب نقول مثلا عمك الحاجة عالي معزور الراجل أصنه ما شافنيش أياميها بيتص وبس إنما أنت راجل تاجر وعينات ميزان ما قلناك إيه؟ بس معرك وعيس يا سي فاضل ولا زي ما يطلع اسمك؟ الفلوس اللي انت خدتها مني دي ترجع لعدائر من ليه بس كان لك حق عند يا أخويا هتاخده وطاق تلاته إنها بقى تستحيفني وتديني على قفايا ده نجيبك ولو من سبع عرض سبع ها! 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 hind زدنا يا ميزو أنت فعلاً ما عندكش ريحة الدم ولا ريحة التمييز يا ميزو أنت راجل هربان من نهبه وتزوير والحكومة بتجري وراك ومفيش أي حاجة ولا أي حد ممكن يسندك أنا بقى من ناحيته خاطفك واخدبالك وامتويك في حتة ماحدش يعرف يوصلها ومكتفك يعني انت ما تقدرش تخش الحمام إلا بإذني وبإشارة واحدة من صباعي ممكن أخلص عليك ميزو انت صرصار وأنا ناوي إن أنا حدش إيه اللي عرفتها طب أنا أحسيني بك بقى في اللحظة الخاصة دي إيه حجاجة لسه عملت حرق في نفسك حشان موضوع الإرشين أعيب عليك بقى قال الكفن جيوب حسب يالله ونعم الوكيل أبشر الصابريل أبشر الصابريل الله عليك وعلى إيمانك طول عمرك طول عمرك أنا عايزك بقى تركز قاقف شوية الاستغفار والدعا المناسبين عشان إنت خلاص فارك تكعب وحتقابل وجه كريم حرو نار في جدتك حرو نار في جدتك انه ها 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 ه إيه هو الحرو نار في جدتك فلوس اللي انت لهاتها دي حرو نار في جدتك يطاهو عليك بالسب الهاري جذاب إنت مفتري كده على الناس الغلابة غلابة، غلابة! انت.. انت قلت غلابة؟ انت غلابة؟ بسدق من الله انت الكهرباء غيرتك يا راكل ده انت الظلم والفترة لو وقفوا يتصوروا جنبك كده حيقولك يا عم شوية خشة شوية حقق صادر لخلقك ده انا بقولك انت خلاص فاركة كعب متقبل بليز متلمشوش قبل ما ناخد صورة يا سوا لويت علي يا عم عصر بعد العشرة ان شاء الله هنمشي في عربية متجفلة هتوصلنا لأول ضرب في الجبل وهناك هنكمل كعابل يا خير في الله وما انت بصيدنا ويتحلقين يا عربان لسه من نومان وما ليش ماتوا وغير الجبل هروح مع الشيخ عصام ماشي انا حجلكم قبل العشرة اخد معتزة عشان ده الحكومة بتدور عليه وده راجل مصلحة الاتنين التانين حلال عليك يا عم عصام ايه عن من فيهم اللي انت هاوصل ايوه يا باشا بس لو سلمت معتزة ده الحكومة حيجرب اللي حصله معاك ومعانا ده لا لا فلاش مش هيلبس نفسه أبقى تانية فوق الناب والتزوير انه كان بيتاجر في المخضرات وانه كان مؤلس على السلاح من الجامعات ما تلقش سيب لأ الموضوع ده شوفي بقى انت هتستنى هنا وهو هيندى عليك ماشي هستنى انا هروح اجيب الرئيس ما تدخليش لما ييجي زي ما قالك بالظهر والله هيفهم ده هستنى طيب اجيب لك حاجة تشربيها لا مش عايزة حاجة امش انت عشان ما تتأخرش يلا مساء الخير يا مادام مساء النور اهلا هما لسه محققوش معاك لا لسه غريبة قوي مع ان انت المفروض اول واحدة يشتبه فيها أفندا يعني بقول ان انت المستفيدة الوحيدة من قتله مش مراته برضو هتغرسي انت عايز ايه ست انت لا متعصويش نفسك بس تغرب برضو ان هما لغاية دلوقتي ما سمعوش عن حواديتك اللي ماليا المرينا انت بتقولي ايه حكايتك مع الخبير الاستشاري بقولك ايه لو ملا ماتيش نفسك ومشيتي من خلقتي دلوقتي هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك موسيقى خد الطريحة بتاعت الصدر خانا يا فان طب افتح ورهولي تفضل يا خدر أخبرك إيه النهاردة يا رب تكون مبسوطة عندنا أنت عايزين هيباني تاني ده سؤال بالزمة عايزين ربيك عشان تخرج من هنا ما بطل شغل الفاتوانة اللي انت سائب فيها دي وما حدش عارف يوقفك لرأوله الأرض مية عشان ده يعرف يوقف ولا ينام وجابوني لفني يا با وخدوني وبادلوني تخرت عليك إيه؟ إيه مالك مفيش إيه هو اللي مفيش؟ مالك مشهولة ليه كده الزفتة اللي اسمها الشيروات دي مالك قبلتها من شوية قعدت لقح بالكلام وتقلق دبها عليها مالك من الدم هي فين؟ مالك من الدم يا مدام شروير اين شايفاني خطس ازدك يا فرودل انا كويس انت كويسة كويسة تؤمنيني الشيخ سالم اخبره ما اتصلش لا ما اتصلش انت تعرف حاجة عنه ما اتصلش فضل السلام عليكم عليكم السلام فضل ابو الروس مدامراني عزبي فضل حضرتك بلغت السكتال ان عندكم معلومات مهمة عن القاتل حصل يا فرودل وانحنا دلوقتي هنحكي لسعادتك كل حاجة بصبت ايه يا باشا ما لقيتش غدا المكان المقطوع ده ونتقابل فيه ما كنتقابلنا في اي حتة تانية في مكتبك مثلا او في اي مكان في المارينة يا عم اخلص جبت التسجيل تسجيله هو يا باشا وانيه اللي اضمنلي انك معاكش نسخة تاني سحادت الباشا انا فهمتك ان راجل غدبان مش طمعان في اي حاجة غير اني مشتغلش عند الناس وبعدين اول ما هترديني كل النسخ دي هتتدمر المهم جبت اللي اتفقنا عليه اجيبلك انت بتهزر وانت رطالب ده شوية الديني بس يومين تلاتة كده لحد ما تدبرلك الفلوس فلوس ايه اللي تدبرها يا المليون دي فلوس دي ملالين جنب اللي هتورسهم وانت شفتني ورست حاجة لسه لا يا باشا انت كده بقى مش عايز تديني اللي اتفقنا عليه باستخسروا فيا انا بقى اشوف لحد تاني يكون محتاج التسجيل ده حد تاني يعني ايه؟ المدام مسرع مرات المرحوة وانت فاكر ان انا هيخاف لقورته للمدام ولا للجن الازرق انا ما بتهدتش وبعدين ما فيش اي دليل يثبت ان قتلت حد اصلا بس المسدس اللي صورت بيه وانت داخل الفيلا هو نفس المسدس اللي اتقتل بيه المرحوة يعني الجريمة سابتة والمدهم واضح المسدس ايه وفيين هو اصل المسدس ده؟ لأ احنا ما اتفقناش على كده احنا اتفقنا على التسجيل بس المسدس ده بقى حساب تاني خالص بالإذن تعالي يا عم انت راح فيه ما تسيبني في حالي بقى يا باشا دوارها انت في دمالك بمعرفتك بقولك يا جدع انت انا زي ما قتلت عمي ما عنديش ايه منه اني قتلك واطفينك مطرح ما انت واقف بتهتيجي معايا يا حبيبي كده نجيبي المسدس اللي بتقول عليه ده وبعد كده نشوف موضوع الفلوس اللي انت عايزت وضع البوكس اعترافاتوا كلها متسجلة هنا يا باشا تمام يا رجل يا سيدي الفاضل انا عايز اتكلم مع الشيخ سالم شخصيا قل له كريم الباية لي ابن محمود الباية لي عايزه المرحوم محمود الباية لي كان صديق عمري والشيخ سالم كان عندنا هنا الاسبوع الفات في الغرداء بيتطامن علينا ما انت عارف الاحوال في مصر عمري ازاي ايوه لما جيه السيستة الشركة اللي بقولك عليها دي سوا الكلام اللي بتقوله ده واستعيير طب من فضلك ممكن تبلغوا الرسالة دي وتقوله ان انا عايزه ضروري ايوه ارجوك اعمل الاتصال ده فور اه عن نامرة دي مع السلامة مين اللي انت عملت زعق فيه ده يا كريم؟ ده مدير علاقات العامة لمؤسسة اللي بيدي قالك ايه؟ ولا اي حاجة اي كلام بيقولي ان الشيخ سالم ما اسسسش اي محطة تليفزيونية وان عندهم اصلا محطة اسمها اف ار سي تخيالي بيقولي ان الراجل مسافر بقالو شهرين في امريكا بيعمل فقصات في كليبلند الحكاية يا جماعة ما تطمنش لا ايه القلق ده؟ يا رابي تلاقيه مش عارف اي حاجة على يوم هو قالي انه هيوصل للسكتارية الخاصة بتاعت الشيخ سالم وهيبلغنا على طول الموضوع ده في حاجة ان حسن فيه مصيبة مصيبة ايه بس بعد الشر؟ يا رايش الويت ايه القلق ده؟ من شوية لما كنت في النيابة قابلت الاسم فاضل للأسف رامة تلمحت كده على الشيخ سالم يا جماعة حسن في لعبة لعبة؟ لا نخرب بيته لو عمل كده بالراحة يا كريم ما حدش يقدر يلعب علينا اكيد الموضوع ده فيه سقفات اماما احنا كده كده هنستنى مقلمة السكرتارية بتاعت الشيخ سالم عشان نفهم الموضوع وان شاء الله ان شاء الله ما يكونش في حاجة لا انا مش قادرة استنى انا هنزل قابل السفاضل ده شفقي حكايته بدون تهور يا كريم كريم سيب لي تليفونك عشان او التصوير ارد علي سلام حفظ يا سلام اهلا 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 كريم بيت فضل فضل انا لا ما تتفضل انا مش جاي اتفضل انا جاي اعرف حكايتك مع الشيخ سالم اهلا هي شروة هانم ايه تفوتريتك ولا ايه بص يا فاضل بيه انا معنديش وقت للكلام ده فيلت جواب على سؤالي ايه حكايتك مع الشيخ سالم يا عم انا معنديش اي حكايت مع الشيخ سالم انا اصلا لا شفته ولا عرفه يعني ايه احنا مش لسه مقاسسين معاه شركة انا وانت وشهير بين الاسبوع اللي فات اهههמ� انت ا اصدق الراجل اللي كان هنا يا عم اي ده مش الشيخ سالم ده واحد عامل انه الشيخ سالم ده زي ما تقول كده انا الصاب مشغل معايا اصلحنا يسيدي ومسيدك اننا عاملين نصباي عليكم كده علشان نلغة فيلوسك ايه الفلوس لها ثاني وديكه في دايا ده شعك بتعدم اهده 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 يكريم بلاشت اعور نفسك يكريم صاحبتك بتقول لك كده برضو؟ يا كريم؟ ايه ده؟ احنا مش عايزين نأذيك احنا خلاص خدنا اللي احنا عايزينه فكالي يا صدق كلام الفاريخ ده وانه واحد زيكي بتقرق وينسب علينا لا صدق بقى وما انت صدقش ده موضوع يخصك انت انت عارف انا بمين يمين كويس؟ لا عارف طبعاً انت بني مين كويس قوي ابن محمود بن داني اطبر نصاب اطبر شيخ منصر عارفته البلد والقلمك يا حبيبي الفلوس اللي انا اخدتها منكم دي تعويض صغير عن اللي ابوك عمله فيها لكن انا اجي ايه جنب الملايين اللي ابوك ظلامهم الله اللي يرحمه كلمة واحدة تانية على ابوها وارلع فيك دلوقتي يوصلي بالشيخ سالك لا هي بتطلب مع حجو كلكم بغواوة ليه يا ابني افرم مفيش الشيخ سالمه مفيش العبادة مفيش سالكة مفيش محطة الفلوس اللي انت حولتها دي تحولت على حسابي انا الفلوس دي بقت في جيمي انا حتى الورق اللي معاك بدل سندات الخزانة ده ارجوك تقبله وتشميطه كلمة اخيرة لو فكرت انك تكلم اي حمادة يجيبلك فرفر على قدك كده عشان تيجي تعمل بيك اوبوي هفرجك على كل قيلتكم في حفلة للهنود الحمر بابا انا بابا 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 انا مش هصبر اكتر من كده انا عايز اعرف كل حاجة ودل وقت انا شبك بابا انا 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 مرسي قوي شكراً مع السلام إيه يا بنتي؟ تؤمنين؟ في إن الشيخ سلم مجاش مصر أصلاً ولا عنده شركات ولا عنده محطات تلفزيون جديدة يعني إيه؟ يعني اتنصب علينا كل الفلوس اللي إحنا حطناها في محطة تلفزيون خلاص راحت أنا كان قلبي حاسس لا وإحنا هنسكت على الكلام ده إحنا لازم نبلغ نيابه فوراً ويجيبوا نصابنا من تحت تعطيل الأرض كريم، قول لي فاضل قالك إيه؟ كريم وسامي عارف من إيه إن كان عمه عايزة غيره وصية؟ ما عرفه، بتالي كان بتجاسس على مكالماتنا أو أعدادنا مع بعض والصرفي زلم عارف كان متوتر جداً أنا مرة مسكته بفتش في أوراقي الخاصة وهددته إنه أعمل كده تاني هبلغ نيابه ويا ترى بقى بلغتش غير بيه؟ الحقيقة لا، أنا خفت أكلم مرحوم عن سامي تاني خصوصاً بعد ما بلغته شكوكي في إن سامي بيتلعب في عقوة ورادات الشركة وقورت خلاص، قديني هددته بكلمتين وهتعدي ما كنتش ممكن أتصور بالنوقت العمه وبعدين، إيه اللي حصل؟ فضلتها ربعاً كميوم تانيين لحد مشاهير بيه اتصل بأماني إدالها ما عاد علشان قابله كان المفروض إنه هيستناني على الطريفة عربيته وراحركب معاه وعشان هم كنتش عرفه جات أماني معاه في العربية وكان معاهنا زياد على أساس استعرفني به وبعد كده هي تمشي وبعدين؟ طبعاً شاهير بيه كان مبلغ البالي بيه وكان مرتب الموضوع معه ما بقى حلسة وطبعاً ما راحش ومال مين اللي راح؟ راحنا لقينا كمين مستنينا طبعاً أول ما قربنا خدت بالي إنه كمين لفيت بسرعة البرق وطرت كالإزمار ما كانش ينفعنا ناسي بهم يمسكونوا ما كانش ياباً؟ لا Asians وشت في السرير في الأسلين وبعدين جمالولي مرادة كويبنك تايش انت مفكرتش كتير طبعا كان لازم أغربها تقول بحسن حارزي بقى انو الامين اللي كان وقف حراسة علي كان معرفها يديمة وكننا شغالين مع بعضه كان يحبني وعارف ان انا مظلوم فرتبناها بسرعة طبعا كان يعني ضربته خدت منه مفاتيح الكلب شهته وهربت بقيت الهكاية انت عارفها بس الامين بقى ممكن يكملك بقيت الهكاية بتاعته هو امين مين الامين رجب يلا انا عندي مشوار صغير دلوقتي هروح اخلصوا كده مشوار اخراني انجزوا في السرية وارجع لك يلا بسرعة بقيت معلش يا دكتور بس اخد اسم الدوة تاني برو ايه؟ تماما لا هو نايم دلوقتي حادر هالدول او مايصح معلش يا دكتور انا اسفل بتاعيك مرسي اوي حادر اتمنك مع السلامة قل لك ايه حبيبتي؟ قالي انه عنده اعراض صد معصبية هتاخد كاميون بس اتطبيه على اسم الدوة عايزين نجبه قوليلي بقى يا بنتي نكلم مين يشوف لنا حل في المصيبة اللي حصلت نكلم مين بس يا ماما وفي حد هيسأل فينا دلوقتي احنا ما عندناش غر ان احنا نعمل بلاغ في النيال بس انا ما عندناش اي حاجة ندهالهم مفيش غير اوصاف الشيخ زفت سلم اللي جالنا المزايف يعني ايه؟ يعني الفلوس راحت ولا ايه؟ والله اي ما انا عارفة اماما بس انا مش عارفة ليه قلبي حس انه فاضل ورا الموضوع ده انا اول ما هسح هاروح له ولو اتأكدت انه فعلا ورا الموضوع ده وهو اللي دبره انا هتربق الدنيا فوق دماغه اربطوهم كويس وتوصلوا المعلم حجاج حبيبي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا ساعت الباشر جاهزين يا شيخ غصام؟ جاهزين طيب انت بقى واجل كبير بتاعنا رز على الرجالة وسيد حبيبك طبعا ما تنسوهش ايوة بس ده كتير جوه يا باشر مش كتير عليهم بتأبوا الواجر استرسلك بقى ترمولي الخروف ده في العربية سلو ردت السلامة يالا سلامة شيخ عصام صامر عرف السلامة مع سلامه يسعبتم باشر شكرين سلامة باشر واسر معروفة باشر معروفة باشر سلامة يا باشر هيا رجعب تكملي وبعدين حصلك ايه؟ حبسوني وقدروني واخروا ترقيتي وفي الاخر عدد ما شكوش ان انت اللي هربته؟ لا يا مدام لو كانوا شكوه كانوا عدموني وانت وفاضل فضلتوا على اتصال من بعدها؟ ابدا قعدنا سنين ومن ثلاث سنين بس قابلتوا انا مصدقتش لما شفت واقف قدامي عارفة ايه ده؟ يعني هيكون ايه ده بتنجان؟ لا بتنجان اسمي طب قللي يا راجب انت كنت سبت البوليس ساعتها؟ لا كنت لسه في الخدمة عمين شرطة وعلى وش ترقية قال لي سيبك بالدخلية بقى وتعالى اشتغل معايا انا مكدبتش خبر تاني يوم على طول سلمت عهدتي طب قللي بقى يا راجب من اللي علمك الطبيق الحلو ده؟ ام الله يرحمه الله يرحمه ايه راح فين؟ اهدى 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 يا ميزو اهدى يا رايز لا بتنبشي في رفسك كده انه اسم عليكم مدرية امن البحر الاحمر انا عايز مدرية الامن التمين اها باشا بعد اذنك احنا عفاشنا واحد دلوقت المطلوب العبد عليه مجرم اسمه محتز اسمه كان؟ محتز ايه؟ محتز الفايوم اه باشا طب احنا عقل نضرب احنا كنا نقلص عليه بس دولنا لو عايزينه عايزينه؟ النموت هو اللي طابة باشا ما تزععش خلاص طيب إحنا أرى المدرية عارف الشارع اللي أوله لك زخنة؟ ها اللي عند القهوة لأ أنا محمد علي عبد الفتح سليمان سامو عليكم؟ مع السلام أنا عايزك تبقى لطيف بقى؟ مع رجال الداخلية الأبرار يا ميزو ها؟ خلي بالك أيوة مية مية يا رجز مية مية يال سلام يا ميزو بقى سلام يا حب شاد شاد يا أبن أه 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 أوه أه جم جم أمشي مش هيقدر يكامل يا شيخ عيسان نديله رصاصة في دماغه ونخرص منه لا الرصاصة هرحمة ليه لزي ده لازم يتعزب غاية لا يموت ايه 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 بس حم الشيخ ايه الرحمة كويسة ان الله يغفره الرحيم قص إذا كنت عشدت الشبوري الشبوري خلينا بنير رصاصة التفوقي وفرفرفية شبوري بقى شبوري ربنا رحيم صح وربنا هو اللي خلق الصحرة دي وخلق الديابة ولو عايزي نجيك حينجيك أما إذا كان عايزي الديابة تاخد نصيبها منك فحيموتك شوف فاكريني ايه فاكريني هافية فرحة ليه القوي بحكة للثورة والمثورات دي لا أنا علي أنا اللي هو علي هيتطوروا علي وهيقبوكو يا كلب ويجلقوكو في المايدين اللي أنتوا عملي فيها مظاهرات دي يا كلب يا أوراة الكلاب إحنا كلاب يا ابن ال ما قلوك يا ما علم سيدي سيبه وهو أنا سيبه يلا بينا طيب يا كلب عرفيه يجو وعدة تشلقو في مجال الدعليل اللي أنتوا غر علي بيه اتفوكو مالك يا ماما حابتي؟ في إيه بس بتاعتي إيه؟ يا قابل أنا افتكرت أبوك اللي هرحمه الله يرحمه ربنا بيحبه افتكروا بابري ما شافش اللي إحنا شفناه لو كان قاعد لليومين دول كان مات من حسرته بابا لو كان عايش ما كانش حصلت كل ده ولا كانت البلد دي وقيت ولا كان هيدي فرصة لأي كلب من الكلب يبدو لأنهم يخرجوا من جحورهم ويتمردوا على أسيادهم الله يرحمه أخوكي أخباره إيه؟ الحمد لله يتطميني كلمت الدكتور وطميني عماما يهدتو الدواء سيبه بس ينام قويس وحطي في اعتبارك إن الحالة دي هتاخد وقت شوية بس نفسي أفهم وإيه اللي جراله إيه اللي هو عارفه إحنا معرفناه مش هو ده اللي أنا عايزة عرافه يا ماما عنا رح دلوقتي الفاضل وحطلع من عنده على النيابة نيابة؟ تي مش قلتي مفيش حاجة نقولها للنيابة؟ لا في حاجة نقول بس ما عندناش حاجة تثبته بس برضو كده ولا كده هطلع من البلاغ في النيابة طب مني يا حبيبتي ورحمة بابا ما هسيب اللي حصل ده يعدي على خير الله يرحمك يا محمود أنا الحقيقة يا بودي أقولك اتفضل يا شروات وأستقبلك وكده بس الحقيقة أنا ما بحبش خالص الزيارات اللي من غير تليفونات قبلها خير يا شروات أنا عايزة أفهم أنت إي حكايتك أنت والشيخ سيلا الله هو اللي إحنا هنقوله هنرجع نعيده ونزيد فيه ولا إيه ما أنا قلت لأخوك مبارح على اللي فيه كريم ما حكي ليش حاجة أنا عايزة أسمع منك أنت لا مش معقولة ما حكيلكيش ايه وعي تكوني جاية تسجليلي اعتراف يا لقيمها أسجلنك ده إيه؟ تبتقولي إيه أصلا؟ مش نفهمك وناخد فيك سواب بص يا سدي الظاهر والله أعلم أن الرجل اللي قابلتوه هنا ده ما كانش الشيخ سالم ولا حاجة وأن الفلوس اللي ادتوها للشيخ سالم اللي هو مش الشيخ سالم ولا حاجة طارت راحت في الوباء وبالتالي العقود والسندات اللي معاكم دي تتفضلوا وتبلوها وتشربوا ميتها فهمت؟ أنا بسألك أنا عايزة أفهم إيه حكايتك أنت إيه اللي دخلك حياتنا؟ إيه علاقتك بينا؟ إيه دخلك بينا أصلا؟ لا دخلي بيكم ده موضوع قديم نخص كيش ده بيني وبين المرحوم وابوكي اللي هو ما تجسش عليه الرحمة إيه وعجيب سيرت أبويا على لسانك أبويا ده جزمته برقابتك البلد كلها من أولها لآخرة بتحلف بحياته طبعاً طبعاً حد يقدر ينسى أبوكي ولا ينسى جزمته أنت عندك فكرة عن التسعير اللي كان عاملها ولا لأ؟ شوف يا سيدي كان بياخد أربعة صفار في المجلس المحلي مجلس الشعب خمسة الوزارة ستة دخول كلية الشرطة بكيلو دهب قعدت الرئيس ده ملكة تاني وتسعيرها أخرى أنا مش قادرة أصدق لأنا بسمعه أنا قرفانة من نفس اللي عملته معك واحد زيك كان لازم أعرفه قيمته من الأول وكان لازم أفهمه أنا مين اللي زيك أنا دوسه بجسمتي ثم تيجي يا شدويت المراضي أفهمك أنا أقامتك أصلا أنت من نوع غابي ما عدوش دم مايفهمش اللي ما أخد الكلام تصف وشه أنت مين أنت مين يا شدويت أنت يوم ما تخرجتي لقيت وظيفة مستنياكي آه خبير واستشاري وبتقبضي بالأصفار كل ده عشان موابك المتدفقة عشان موابك ولا محلسة لأبوكي شيخ المنصر اللي كان نائب البلد الحرامي أنت ولا حاجة يا شدويت أنت ولا حاجة أنت عارفة كام واحد في البلد دي أشطر منك وأسكى منك وبيتعب قدك متين مرة وكل اللي بيحلم بيه أنه يلاقي شغلانا ياخد منها عشر اللي أنت بتخضيه أنا آسف أن أنا قلتلك أنت ولا حاجة يا شدويت أنت حشر أغرصي حيوان يا كلب أه 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 مش عطربتك أه عشان أعرف أن دي متعدك أه 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 مش عطربتك أه